اشتركوا في القناة 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 لدينا اتحادية اشتركوا في القناة بالنسبة لاتحادية جزائرية لرياضة المعواقين تضم على 25 رابطة ولائية و137 نادي رياضي يؤطر حوالي 3350 رياضي من بينهم 590 رياضية هذا بالنسبة لرياضة المعواقين وهي هذه الاتحادية تنظم تدهورات رياضية بطولات رياضية يعني تنفسية وترفيهية دورات رياضية موجهة لهذه الفئة المعواقين لجميع الأصناف والرياضات المعتمدة يعني داخل هذه الاتحادية إذا سمحتم يعني بذكرها هناك يعني رياضة ألعاب القوى الجيدو عندنا كرة الجرس كرة سلة على الكراسي الكرة الطائرة جلوس الحمل بالقوى السباحة وكرة القدم هذه بالنسبة لاتحادية جزائرية لرياضة المعواقين نعم طبعا هذا العدد الجميل ودائما نسمع به نتائج كبيرة جدا يحققها الرياضي على غرار المرحوم محمد عليك سيدي الفاضل النتائج المحققة في 2015 على المستوى الوطني والدولي نتائج المحققة على المستوى الدولي خاصة نتكلم عن المستوى الدولي فيه يعني والإطار يعني الذي يمكننا من خلاله أن نقيم هذه المشاركة الجزائرية خاصة في الألعاب الإفريقية الأخيرة في سنة لسنة 2015 عندنا تألق الجزائريني في هذه الألعاب الإفريقية ببرازافيل في 2015 في ألعاب القوى كانت هناك 12 ميدالية من بينها 3 ميدالية ذهبية 6 ميدالية فضية و3 برونزية في الحمل بالقوى كانت هناك 3 ميدالية ميدالية فضية وميداليتين ذهبيتين وكان هناك يعني في بطولات عالمية خاضتها هذه الاتحادية وهؤلاء الرياضيين الذين برزوا يعني برزوا يعني برزوا من خلال عطائهم وأدائهم في تحسين قدرتهم الرياضية مثلا في الجيدو في 2015 في الألعاب العالمية اللي جرت في سيول كانت عندنا ميدالية ذهبية وميدالية برونزية في البطولة الإفريقية في كيغالي كانت هناك يعني ميدالية برونزية في يعني كرة الطائرة جولوس كانت هناك عندنا أيضا في الألعاب العالمية في القولبول يعني في كرة الجارس سيدات كانت عندنا المرتبة الخامس ستة عشر في سيول كذلك كانت هناك في البطولة الإفريقية في كرة سلة رجال أي نتحصلنا على ميدالية ذهبية نعم يعني كانت هناك كثير منها كل هذه النتائج بعد الفاصل سأطرح عليك سؤال سيد جمال بن سيد مدير ترقية الممارسة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة لماذا لا يأخذون حقهم إعلاميا وكذلك من ناحية التكفل هؤلاء الرياضيين فاصل قصير ونعود لكم منها سيد سيد الفاضل قبل قليل كنت قد ترحت سؤال عليك هؤلاء الرياضيين من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة حققوا نتائج كبيرة جدا للجزائر ولكن للأسف لا يأخذون حقهم من الإعلام وكذلك حتى استقبالهم على مستوى المطار يعني يكون باهت جدا وفي كم مرة كانت يعني صحفة كتبت عن هذا وبالنسبة للتكفل به هؤلاء من قبل وزارة الشباب والرياضة نعم شكرا نعم حقيقة أن في كل يعني الخرجات التي المنتخبات الرياضية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة يعني في كل خرجتهم وفي كل ما عادوا ولو لم يكن لهم يعني ميداليات أو بطولات كان هناك استقبالات يعني على مستوى المطار من طرف من طرف مسؤولي وزارة شباب الرياضة وعلى أرسهم سيد وزير شباب الرياضة بالنسبة للجانب الإعلامي يعني هذا كان فيه هناك يعني مبادرات كثيرة على مستوى الصحف والإعلام السمعي البصري وكانت هناك حقيقة يعني تدخلات من هؤلاء لكوفيرتير ميدياتيك للتبطية الإعلامية لكن ناقصة حقيقة هي ناقصة وأود يعني أن إن سمحتم كذلك يعني في هذا الإطار كانت هناك يعني عملية جرت الشهر الماضي وهي بالتنسيق مع بين وزارة شباب الرياضة واستفارة أمريكا أين كان هناك يعني زيارة مدربين أمريكيين إلى الجزائر وكانت يعني هناك كل الظروف مهيئة لهؤلاء بالنسبة للإتحادية الجزائرية ليريدات المعوقين بالنسبة لإستضافة هؤلاء الرياضيين هم كانوا يعني رياضيين عالميين سابقين في رياضة الكرة السلة على الكلاسي وحقيقة لقد انبهروا كثيرا حينما رأوا يعني المستوى التقني للجزائريين سواء بالنسبة للمدربين أو بالنسبة للرياضيين وكانت سيدة سيدة سفارة يعني سفارة المتحدة الأمريكية يعني كانت حاضرة في هذا الاحتفال وكانت هناك كل الوسائل الإعلامية كانت حاضرة يعني وكانت هناك يعني تغطية إعلامية كبيرة يعني في هذا الجانب أظن أنه كان ولو أنه حقيقة يعني فيه نقص هؤلاء الرياضين هل لديهم رعاية من قبل مؤسسة الجزائرية؟ طبعا لهم رعاية بالنسبة للاتحادية هي التي تقوم برعاية لكن الرعاية الأول هو وزارة شباب رياضة نحن بالنسبة للوزارة شباب رياضة نرعى كل العمليات التي تقوم بها الاتحاديتين سواء الاتحادية الجزائرية لمعوقين أو الاتحادية الجزائرية للصم الجزائري كل النشاطات الرياضية ممولة من طرف هل ظروفهم المعيشية مرتاحة سيد جمال هؤلاء الرياضيين الذين حققوا نتائج الجزائر طبعا هذا يومهم يجب أن نخفي شيء إذا سمحتم يعني نعطيه بعض الأرقام في الميزانيات الاتحادياتين الوطنياتين إذا سمحتم يعني باش تعرفوا يعني أن وزارة شباب الرياضيات تولي أهمية قسوة لهذه الرياضة في سنة 2015 بالنسبة لإتحادية جزائرية لأشخاص المعوقين كانت لإعانا المالية 91.820.000 دينار جزائري بالنسبة لها 2014 كانت 76.736.000 دينار جزائري في 2012 كانت 121.000.000 دينار جزائري يعني لتكفلوا بجميع تخصيص غلاف مالي لدعم كل النشاطات الاتحادية سواء بالنسبة للرياضة الترفيهية التسلية أو بالنسبة للتكفل بالرياضيين ذوي المستوى العالي هذا بالنسبة للإتحادية يعني باش من ضرمش الإتحادية الأخرى إذا سمحتهم كذلك الصم الجزائري مولت نبقى طبعا لبرنامجها 9.250.000 دينار جزائري سنة 2013 في 2014 مولد ب14 مليون دينار جزائري وفي سنة 2015 9.222 مليون دينار جزائري يعني كان هناك تقطية وتكفل بجميع احتياجات هذه الاتحاداتين بالإضافة إلى أن هناك في سنويا يعني مهرجانات رياضية تتكفل بها وزارة شباب رياضة فيه مهرجان وطني لرياضات دوي الإعاقة وفيه مهرجان وطني للصم الجزائري لتتكفل به خصيصا وزارة شباب رياضة على مستوى يعني وطني أين كل الجمعيات وكل الرابطات يعني تأتي لهذه المهرجان للمشاركة يعني ولبروز طاقتها هناك بالنسبة للشجيعات والحوافز يعني هناك تشجيعات وحوافز بالنسبة للرياضيين دوي الإعاقة فيه مرسوم تنفيذي مرسوم تنفيذي ليحدد القانون الأساسي لرياضة النخبة والمستوى العالي فيه تشجيعات وحوافز تمنحها وزارة شباب رياضة لهؤلاء الرياضيين الذين تألقوا على المستوى العالمي فهناك تعويضات جدوا معتباراتهم من حسبة نوعية الرياضة طبيعة المنافسة النتائج المتحصل عليها بالإضافة إلى أجر شهرية حسبة الصنيف هذا الرياضي تطاروح بين 2 إلى 8 أضعاف من الأجر الأدنى المضمون فكل رياضي حاز على ميدالية ذهبية بالنسبة لي سواء على المستوى العالمي أو المستوى الإفريقي أو العربي هناك منحة يعني تعويض لهذه النتائج وكذلك هناك أجر شهرية يعني تتابع هذه القرد مدة عامين حتى يعني هناك تكفل حقيقي بهؤلاء الرياضيين نعم نتقل إلى الرياضيين المتأهلين إلى ألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو وهذه السنة تم عددهم هؤلاء الرياضيين والرياضات التي سيتنفسون فيها شكرا على هذا السؤال وحن مقبلين على المشاركة في ألعاب الشبه الأولمبية يعني ألعاب الأولمبية بنسبة لرياضات العادية والألعاب الشبه الأولمبية بنسبة لرياضة المعوقين المجموع العام لهؤلاء الرياضيين الذين تأهلوا لهذه الألعاب شبه الأولمبية يعني لحد اليوم هو 51 عضو 51 عضو فيه يعني بنسبة الإختصاصات كرة السلة على الكراسي فيه 24 عضو 12 يعني ذكور و12 إينات للجيدو فيه 5 أعضاء 2 ذكور و3 إينات ألعاب القيوة 9 أعضاء 6 ذكور و3 إينات في الحمل بالقوة عضو واحد من الذكور وكرة الجرس 12 عضو 6 ذكور و6 إينات هذا قلنا يعني لحد اليوم لأن فيه مازال هناك الرياضيين يعني اليوم رأهم في المنافسات يعني خذوا غمار المنافسات بالنسبة للتصفيات البطولات سواء في تونس أو في دبي يعني اليوم يبدأوا المنافسات وننتظر في رياضة ألعاب القيوة بين 5 إلى 10 رياضيين إن شاء الله يكونوا متأهلين يعني ونزيدوا من حضوض الجزائر في حيازة الميداليات إن شاء الله في هذه الألعاب المهمة بالنسبة للجزائر كما رسدت اللجنة الأولمبية لتغطية الإقامات ونفقة 51 الرياضي والانتظار خمس آخرين كما قلت طبعا هناك تموين يعني خاص من طرف وزارة شباب الرياضة لهؤلاء الرياضيين المشاركين في هذه الألعاب يعني لحد اليوم كانت هناك يعني غلاف مالي مقدر بأكتر من 13 مليون دينار جزائري يعني مليار و370 مليون دينار جزائري لخوض غمار يعني تحضيرات هذه المنافسات هي يعني هذه المنحة تعطى من وزارة شباب الرياضة عن طريق اللجنة الأولمبية الجزائرية يعني هذه منحة أولية للتحضير ومن ننسوش بأن كل الأموال وكل الإعنات المالية التي أعطيت لهذه الاتحادية بالنسبة للتحضيرات لأن تحضير الرياضي ليكون يعني في سنة الموالية لهذه الألعاب وإنما خلال يعني أربع سنوات الماضية يعني كل الأموال التي أعطيت لتحضير هؤلاء الرياضيين يعني والفرق الوطنية يعني على المستوى البعيد نعم هؤلاء الرياضيين نحن خمسين الرياضي المتأهل اللي هي الألعاب الشباب الأولمبية بريو دي جونيرو في الوقت الحالي هل يقومون بتربص خارج الوطن أو في داخل الوطن هم يعني في داخل الوطن ولكن يعني ما زال ما كمناش التحضيرات بالنسبة لهؤلاء فيه يعني تصبح شهرين تقريبا على ألعاب لا يعني في ثلاث أشهر يعني في بنسبة لشبه الأولمبية نكون يعني شهر سبتمبر إن شاء الله يعني فيه الأولمبياد العادية في شهر أوت والأولمبياد شبه الأولمبية يعني تليها بعد فيه تحضيرات جارية على قدم وساق وفيه كما قلت لك فيه هؤلاء الرياضين الذين أخذوا في تأهيلات بالنسبة لدبي وتونس وهذه تحضيرات بالنسبة لهم وفيه هناك بطولات وطنية وبالنسبة لهؤلاء الرياضيين على المستوى الوطني يعني شيونس يعني انترميديار انترميديار بالنسبة لهم هم تحضيرات يعني يقوموا بها على مستوى بالنسبة لها مشاكل الفيزا والإقامة هنا كل متكفل به كل هذه الظروف المواتية تم اتخاذها بالنسبة للجنة الأولمبيا والرياضي الجزائري ولا يكون ان شاء الله ما يكون حتى إشكال في هذه في هذا الجانب يعني كل التدابير وكل الإجراءات متخذة واللجنة الأولمبية تعمل على قدم وساق يعني لتوفير كل الظروف المناسبة لهؤلاء الرياضيين سواء كانوا يعني عاديين أو رياضيين نعم فئة ذوي الاحتياجات دائما تعاني من مشكلة التشغيل سيد جمال بن سيد بالنسبة لهؤلاء الرياضيين هل تساعدهم وزارة الشباب والرياضة في تمكينهم من منصب الشغل لأنه عادة ما يحبوش الاتكال على الآخر طبعا يعني فيه فيه تدبير متخذة من طرف وزارة شباب والرياضة معية وزارة وزارة التضامن الوطني وبالمناسبة يعني كانت هناك اتفاقية ممضات في 2 ديسمبر 2015 يعني بالمناسبة اليوم العالمي لدوي احتياج الخاصة بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن والوطني والعائلة ووزارة تضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة اه انضيت هذه الاتفاقية وكان هناك يعني في بنودها التكفل بالجانب الاجتماعي لهؤلاء الرياضيين كذلك هناك يعني اجراءات اخرى وانا نعطي مثال يعني كذلك بالنسبة لخاصة هؤلاء الرياضيين الذين يتألقون بالمحافل الدولية يعني نعطي مثال يعني على سبيل المثال الحصر المرحوم يعني مرحوم محمد اللاك يعني كان بين الاطارات الرياضية الجزائرية كان يعمل على مستوى الاتحادية الجزائرية لرياضة المعوقين كان يعني مدرب وطني مساعد في المسافات الطويلة والنصفة الطويلة يعني كان هناك يعني دائما إجراءات متخذة بالنسبة لهؤلاء الذين يتحصلون على الميداليات الذهبية لسيما في الألعاب الشبه الأولمبية عن طريق منحهم حوافز عن طريق منحهم يعني ديقراد ديقراد الكونسي دوسبور بين التكنيسين سيبرير يعني التكنيسامي في الرياضة أو مستشار في الرياضة ولو أنهم يعني عندهم الحق يلتحقوا بالمعاهد الوطنية تانا بمعنى أنه هناك تلقيات وتحفيزات في هذا الجنب ما هي الرياضات المعول عليها في أخذ ميدالية الذهبية في الألعاب شبه الأولمبية سيد جمال والله يعني فيه كما تعلمون أنه في كرة الجرس وفي كرة السلة على الكراسي يعني نحن في يعني أبطال في كرة في هاتين ال الاختصاصين هذين الاختصاصين نحن أبطال إفريقيا يعني و في كرة الجرس يعني في الشهر الفائت يعني تحصلنا بالنسبة للإناس والذكور على بطولة بطولة إفريقيا في هذا الإختصاص يعني ونعول كثيرا في اللعاب هذه الشبهة الأولمبية أن نتحصل على المراتب مشرفة منشرفة إن شاء الله بالنسبة لكرة الجرس بالنسبة لكرة السلع الكراسي ألعاب القوى ولما لا الجيدو يعني كان دايما في رياضة المعواقين يعني يعطي لنا يمنحنا يعني ميداليات على المساوى العالمي والمساوى الإفريقي وإن شاء الله ننتظر دائما من هؤلاء الرياضيين إن شاء الله أن يعطينا حاضرة في هذه الألعاب الرياضية باختصار من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يريدون أن يهيكلوا في الاتحاديات الخاصة بالمعاقين كيف يعملون يعني انخرطوا من أجل انخراط على مستوى كامل الوطن هناك من المعاقين يعني يعني ما يعرفوش بلي هناك فضاءات لهم رياضية طبعا هناك يعني كما قلت فضاءات رياضية هناك هياكل على المستوى القاعدي هناك نوادي رياضية هناك هناك ربيطات على المستوى الولائي هناك اتحاديتين الاتحادية الجزائرية لرياضة المعاقين والاتحادية الجزائرية للصم الجزائري هؤلاء هؤلاء الأشخاص ذوي الإعاقة إذا كانوا يعني عندهم عندهم الحق لأن يلتحقوا بالرياضة التي يعني يريدون أن يمارسونها ما فيش إشكال يعني كل الأشخاص سواسية أمام القانون للإتحاق بأي نوع من الرياضة التي يحبدونها لكن بالنسبة لرياضة المعاقين بالنسبة لأشخاص المعاقين يعني لازم نعرف أن فيه يعني إعاقات مئة بالمئة وإن لا يمكن لهم يعني التحرك أو استعمال يعني قدرتهم البدنية والفكرية للإتحاق بهذه وفيه يعني بإمكانهم أن يستقطبوا هؤلاء الشباب للإتحاق بهذه الرياضات يعني والباب مفتوح لجميع هؤلاء الأشخاص يعني ما نقولوش الرياضيين حسن المتابعة والإصغال لمتابعة هذا الفضاء أو هذا اللقاء فوان بي الصوت والصورة زوروا موقع الإذاعة الجزائرية توروادو بلوفي راديو الجلي بوان دي زد إلى اللقاء